موسيقى رياضية المفصلة من الميادين أهلا بكم بعد خمس سنوات على رأس الجهاز الفني لمنتخب أرلندا المدارب مارتن أونيل ومساعده رويكين يستقلان الاتحاد الإرلندي قبل الاستقال على الفور بسبب نتائج سيئة أخيرا اتحقق الثنائي فوزا واحدا في المباريات الأحدى عشرة الأخيرة وتراجعت إرلندا إلى المستوى الأدنى في تصنيف دور الأمم الأوروبية الجديد من دون تحقيق أي انتصار وكان من المقرر أن يستمر عقد المداربين حتى العام 2020 لكنهما فضلت تنحي خسائر مدية لبرشلونة تقابلها أرباح غير محسوبة لدورتموند بسبب خبايا عقد عثمان ديمبيلي سيضطر بطل إسبانيا إلى دفع 30 مليون يورو إضافة لمتصدر الدور الألماني حاليا إذا قرر النادي الكتالوني بيع لعبه الفرنسي وأتبين أن عقد اللاعب يتضمن بند ينص على ضرورة دفع ما يسمى قيمة كل المتغيرات في حال إقدام برشلونة على بيعه قبل نهاية عقدي في 30 يونيو حزيران من العام 2022 برشلونة يواجه صعوبة في بيع ديمبيلي بالمقابل الذي اشتراه به البالغ 105 ملايين يورو وخصوصا أن مشاكل اللاعب تزداد يوما بعد يوم هل تلعب رئيس نادي ريال مدريد فعلا بأسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية؟ هذا ما تنقلته الصحافة الإيطالية قبل قليل فماذا في التفاصيل؟ نتابع للمرات الأولى منذ عام 2007 سيحمل الكرة الذهبية نجم لن يكون كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي حسمت صحيفة الكيب الفرنسية هذا التغيير عندما كشفت عن ثلاثة أسماء انحصرت المنافسة الفردية فيما بينهم على الجائزة الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي رفيال فاران من ريال مدريد وكليون بابي نجم باريسان جرما الصحافة الإيطالية وبقلم مدير كوريير ديلو سبورت أعادت الأمر إلى الخلاف بين رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيراس ولاعبه السابق كريستيانو رونالدو مدير اليومية الإيطالية إيفون زاتسار روني نشر مقالا حول العوامل المؤثرة لبيراس في جائزة الكرة الذهبية واتهمه مباشرة بالتدخل في تسمية المرشحين الثلاثة ووصف تدخله بصفعة كريستيانو رونالدو صفعة ثانية يتلقاها النجم البرتغالي بحسب الكاتب بعد جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم وكانت من نصيب لوكا مودريتش وذلك على الرغم من تألق رونالدو الموسم الماضي وتسجيله 54 هدفا في مختلف المسابقات غضب بيراس صب أبعد من نجمه السابق لأنه تدخل في استبعاد المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان أيضا ذنبه الوحيد أنه يلعب مع المنافس اللدود أتليتكو مدريد المصدر نفسه يؤكد أن نية رئيس الملكي هي إبقاء اللقب في خزائن أحد لعبي فريقه متسلحا بشدة بمدافعه رفيال فاران الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم معا لم يعير البرازيليون الاهتمام للفوز بهدف يتيم وديا أمام الكاميرون وانشغلت الأوساط الكروية بإصابة نجم نيمار في أوتار المأبض لعب باريس انجرماء الفرنسي غدر لقاء في الدقيقة السادسة وعلامات التأثير بالإصابة واضحة عليه إصابة تأتي قبل أسبوع من مواجهة بي أس جي وضيفه ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا قائد السلساو سرع إلى طمأنة عشاقه بعد هذه البلبلة بالإشارة إلى أن الإصابة لم تكن خطيرة على الإطلاق وذلك عبر حسابه على موقعي إنستاغرام بعد عامين فقط على اعتراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنتخب كوسوفو وضع المنتخب نفسه في مركز قوي للتأهل إلى نهايات أمم أوروبا احتفالة جماهير كوسوفو عمت الشوارع بعدما تغلبت على أذربيجان بربعية وتصدرت المجموعة الثالثة للدرجة الرابعة من دور أمم أوروبا اللعب في الأدوار القصائية سيمنح كوسوفو فرصة المشاركة في نهايات يورو 2020 وهي فرصة قد لا تسنح لها في التصفيات العادية للبطول لقطة ثاني حولتال أنظاري عن فوز المغرب وديا بهدف وحيد على مضيفتها تونس التونسي محمد دراجر أهدر فرصة التأهل بل التعادل أمام شباك الخلية في الوقت المقتطع من المباراة المتهية بهدف يوسف انصيري وبالرغم من همشية لقاء وضمان تأهل المتخبين إلى أمم أفريقيا في الكاميرون رفق صفارة النهاية بإشكال بين المغربي فايص الفجر والتونسي حمزة مثلوثي وامتدى اشتباك اللاعبين بعدها إلى نفق غرف الملابس لا مخططات قريبة الأمد لإنشاء دور السوبر أوروبي نفي قاطع خرج به رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكساندر تشفيرين ونظيره في رابطة الأندية الأوروبية أندريا أنيالي أي منافسات أوروبية جديدة مملكة للقطاع الخاص لم تلقى اهتمام قادة يويفا وممثلين عن مجموعة تضم أهم الأندية الأوروبية هذا الموقف أعقب أسابيع من التكهنات بشأن إنشاء دور سوبر أوروبي ينفصل عن الدوريات المعتمدة حاليا في فكرة صغى مسودتها مستشارون لريال مدريد مقترح أسباني يهدد وحدة المغرب العربي كراويا ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 بين أسبانيا والمغرب يثير الاستياء في الشارعين الجزائري والتونسي بعثرت أسبانيا الحلوم المغاربي في استضافة نهائيات كأس العالم 2030 رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اقترح خلال زيارته إلى الرباط تنظيما مشتركا بين بلاده والمغرب اقتراح أثار الاستياء لدى الجزائر وتونس المبادرة الإسبانية لاقت الاستحسان في جارتها الجنوبية وفالرباط وجدوا في الشراكة مع إسبانيا إمكانية أكبر لنيل حلوم الاستضافة بعد الفشل في خمس مناسبات وكان آخرها أمام الملف الأمريكي الشمالي المشترك لمونديالي 2026 ونقل سانشيز عن العاهل المغربي محمد السادس أنه رحب بهذه الفكرة للغاية تشارك الدولتين يراد له ضلع ثالث وهو البرتغال إلا أنها لم تبدي أي ترحيب الشراكة بين المغرب وأسبانيا قد تؤمن أصوات القارتين للملف وتعطيه قوة أكبر في الصراع مع باق الترشيحات وعلى رأسها الأمريكي الجنوبي بين الأرجنتين وإرغوي وبرغوي فضلا عن ملف بلقاني لا يزال قيد الدرس يجمع بالغاريا واليونان وصربيا ورومانيا وملفا بريطانيا الاتحاد الدولي رفض سابقا الترشيح المشترك بين قارتين مختلفتين أمر قد يعيد إحياء المشروع المغاربي الفكرة التي أطلقتها تونس لإعادة تنشيط مشروع اتحاد المغرب العربي بإمكانها أن تتعزز بمبادرات شبابية ونخبوية وسياسية على قاعدة أن الرياضة قد تخقق حلم الوحدة بعدما أفشلت الخلافات السياسية إقلاع الاتحاد التفاعل الإيجابي في المغرب مع المقترح الإسباني لم يلقى الإجماع العديد من الفعاليات السياسية والرياضية أبدى تتمره من عدم دعم المغرب سابقا ومن رفض المشاركة ضد الملف الأمريكي وأيد الشراكة مع الجارتين العربيتين على مبدأ نبذ الخلافات السياسية للانطلاق في حل العقد بين الدول المجاورة الدهشة أصابت الجزائر وتونس بعد الاقتراح الإسباني فاعتبرتها الأمر نصفا للملف العربي المشترك الشارع الجزائري عدى المقترح بمثابة القضاء على أحلام الشعوب المغاربية وأبدت أوساط مغربية خشيتها من مواصلة تونس والجزائر سعيهما للإستضافة ما يبعثر الأصوات العربية والأفريقية على حد سواء مليونا دولار أمريكي قيمة المساعدات الإنسانية التي تقدم بها أسطورة أنبئي مايكل جوردن لمساعدات ضحايا الأعصار في ولاية نورف كارولينا الأمريكية النجم السابق لشيكاغو بولز زار مصقة رأسه مدينة ويلمنكتون والتقى عددا من ضحايا الأعصار بل المساعدة شملت إنشاء ملجأ تابعا للصليب الأحمر الأمريكي قدمه صندوق مايكل جوردن في دور السلة الأمريكية للمحترفين أنبئي قاد داميان ليلرد واسي جي ماكولوم فريقهما بورتلاند تريل بلايزرز إلى الفوز على مضيفه نيويورك نيكس أثنائي سجل ستين نقطة وأنهى لقاء بمائة وثمانية عشرة نقطة لمائة واربع عشرة بلايزرز كبدى نيكس الهزيمة السادسة على التوالي ولم تشفع النقاط الاثنتين والثلاثون لنجمه تيم هاردووي في تجنبه الخسارة بدوره فاز واشنطن ويزرز على لوس أنجلس كليبرز بمائة وخمس وعشر نقطة مقابل مائة وثمانية عشرة ويزرز عوض إخفاقه في الربعين الأولين وانتفض بدءا من الثالث الأداء المميز للاعبه منحه الأفضلية في الربع الأخير وفرض كلمته مع أدوي صفارة النهاية نبقى في أجواء السلة أنما الأوروبية منها حيث صمد ريال مدريد الإسباني أمام ضغوط مبكرة وفاز على مواطنه جران كناريا بالتسعين وثمانين نقطة لست وسبعين في الجولة الثامنة من اليورو ليغ ريال منح نفسه مجالا للتنفس في الشوط الثالث ثم مضى بعد ذلك ليهيمن على الفعاليات مستفيدا من النقاط العشرين لنجمه سلوبيني أنتوني راندولف والثلاثة عشرة لمواطنه كليمن بريبليتش وحفظ ريال مدريد بهذا الفوز على صدرة الدور بثمانية انتصارات والعلامات الكاملة بدوره أنهى أولمبياكوس بيرايوس اليوناني سلسلة هزائمه وفز في ألمانيا على بايرن من 72.62 أولمبياكوس حفظ على سجله نظيفا في البطولة أمام مضيفه ويصدف أولمبياكوس في مباراة المقبلة ريال مدريد بينما يحل بايرن ضيفا على جران كاناريا مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة للمزيد الميادين دوت نات والميادين بالاسبانيا اسبانول دوت الميادين دوت نات شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر